جلسة أخرى جديدة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط كان اليمن هو الحاضر الأكبر فيها لا جديد نتج عن هذه الجلسة الدورية التي عقدت الاثنين سوى أن مبعوث الأممية إلى اليمن مارتين غريفتس أظهر خلال مداخلة له أمام المجلس ما طلب منه من التزام شخصي ونيابة عن الأمم المتحدة بالمضي قدما في عملية سلام محايدة وشاملة تقوم على حس الملكية الوطنية والاحترام الكامل لسيادة اليمن والسقلاله ووحدته وسلامة أراضيه غريفتس أظهر تفاؤلاً غير مسنوداً بالوقائع بشأن إمكانية توصل رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أنمها مايكل لوليسجارد إلى اتفاق بين طرفي الصراع في الحديدة بشأن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من عمليات إعادة الانتشار وفقاً لتفاهمات السوكهولم وعلى الأخاص ما يتعلق منها بآلية الرصة الثلاثية الأطراف وذلك استناداً إلى الجهود التي يبذلها لوليسجارد وطبقاً لإفادة غريفتس فإنه لا سقف زمني محدد لتنفيذ مرحلتين إعادة الانتشار سوى أنه تعهد بأن ذلك سوف يتم فور حل المشكلة العالقة وعلى نحو يتيح للطرفين إمكانية التحقق الكامل من تنفيذ جميع عناصر إعادة الانتشار بما فيها تلك العناصر التي سبق تنفيذها غريفتس شدد في مداخلته على أهمية إنجاز الشق الاقتصادي من اتفاق الحديدة والمتعلق بإرادة الموانئ وأعرب عن أمله بأن يفتح بيان التفاهم حول تعز المتفق عليه في ستوكهولم الباب أمام الطرفين للعمل معاً للموضي قدماً من أجل خير المدينة والتخفيف من معاناة مواطنيها فيما أعرب عن خيبة أمله من ضعف التقدم في الشق المتعلق بالأسرى والمعتقلين لكن مداخلة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي في جلسة مجلس الأمن أبقت على المستوذاته من التباين مع المبعوث الأممي بتأكيده ضرورة الالتزام بتنفيذ مفهوم العمليات لإعادة الانتشار وتعزيز آلية الرقابة والتحقق الثلاثية في أي عملية انتشار وتحذيره من أن أي خطوة تتجاهل هذه الآلية الثلاثية لن تساعد على بناء الثقة ولن تخدم عملية السلام بالإضافة إلى احترام المسارة القانونية وإزالة كل العوائق والعراقيل التي تحول دون قيام الأجهزة الأمنية والإدارية بمهامها وإتقل القانون اليمني واتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة ولفت السعدي إلى فشل المبعوث الأممي في إنجاز أي من خطوات بناء الثقة التي تضمنها اتفاق ستوكهولم والذي يراوغ الحوثيون في تنفيذه منذ أكثر من ستة أشهر وفقا للستفير السعدي